لكن عموما يبقى انه الخبز يعني والعيش هو الملف الاهم والاخطر والغرب كأنه قاعد منتظر ما ستفعل مصر مع خبزها وقمحها ودقيقها وعشان كده الحالة دي اتمنى نا ما تتنقلش الى صندوق النقد بقى الدولي والبنك الدولي وانه في اي حالة من حالات الضغط الاقتصادي اللي احدى شايفينها دلوقتي في مجتمعنا وفي العالم كله اذا لجأت مصر مثلا لرغبة في منح او قروض من تلك المؤسسات الدولية انها تبدأ تقولها بص للخبز تبص للعيش شوفها تعمليني مع العيش ابدأي بالعيش لانه ده الحقيقة مرة اخرى ويبدو احنا يعني ويبدو انه يعني الدولة كانت القرارات ساخنة جدا في السنوات السابقة التواصل اللي فاته واعتمدت اعتمادات كبيرة على يعني ان الواقع يتحمل ورفعت الدعم عن اشياء كثيرة جدا سواء بشكل جزء او بشكل كلي وامور ما كان لأحد ان يتصور قبل اتت تتم فتمت في مصر وعبرت المسألة صحيح كلنا منعيني وصحيح كل الضغوط يعني على اعصاب المجتمع المصري وعلى الشعب المصري لكنه تحمل ويستمر ويابقى هذه الحالة من الاستقرار العظيمة اللي المفروض تثمر وتنتج يعني لكن اي قرارات اخرى قادمة بنفس الطبيعة السابقة اعتقد ان الظرف تغير الظروف بتتغير الظروف قدرة الناس على التحمل بتتغير طاقة الناس على التحمل بتتغير قدرة الناس على التصرف وفق الظروف الجديدة بتضيق ف يعني لما لما خدنا المواقع بتاع تحرير البنزين وتحرير الطاقة وتحرير الكهرباء وتحرير الدولار في فترة سابقة كان يعني بنصحح اوضاع والناس استحمل الجامل جدا في تصحير اوضاع ده لكن دلوقتي في وضع يعني هكونا جايين على حلم رح رح دلوقتي المسألة صعبة للغاية يعني ارجو بس انه حسابتها انا عارف ان الحسابات السياسية بيتمحدودة او في بلدنا ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتتحيص بسياسة هي تجديد الخطاب الديني اول ما حد يتكلم عن تجديد الخطاب الديني ولا تلحظ تستخدم سياسيا في اطراف بتستخدمها سياسيا طيب والاسعار والتضخم عايش بستخدمها سياسيا خلينا بس نعي هذه النقطة لمصلحة البلد ولمصلحة السكينة اللي فيها المجتمع والسكن اللي عليه المجتمع الان لان احنا محتاجين بعض كلنا محتاجين بعض في اللحظة القادمة محتاجين الانضباط الشديد جدا في الانفعالات وفي ردود الافعال محتاجين الانضباط الشديد جدا في القرارات اللي بتتاكن ودراستها بقوة محتاجين بشدة ان احنا كلنا نبقى مدركين انها مركب واحد انها مركب واحد يلا الى فاصل وبعدها نعوم معا اشتركوا في القناة